إلى التفاصيل أهلا بكم أعلن رئيس ديوان مجلس وزراء أقليب كوردستان وميد صباح أن حكومة الأقليم تستعد لخوض مباحثة جديدة مع الحكومة الاتحادية لتنفيذ بنود الموازنة العامة للعام 2021 مؤكدا أن أربيل ملتزمة بما ترتب عليها من اتفاق حول الموازنة وقال صباح في تصريح صحفي نحن بصدد الاستعداد من أجل أن يجري وفد الأقليم زيارة مرة أخرى إلى بغداد لمواصلة الحوارات مشيرا إلى أن المباحثات هذه المرة ستدخل حيث التنفيذ ونحن في الأقليم أبدينا استعدادنا التام لتنفيذ الاتفاق بين أربيل وبغداد المتعلق بالموازنة وأضافنا رئيس وزراء الأقليم مسرور بارزاني بعث برسالة لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي أبدأ فيها الأول لاستعداد التام في تنفيذ أي التزامات مترتبة على كردستان ترجمة نانسي قنقر